موسى محمد إيد موسى سجلت مجموعة من الملاحظات في هذه الجلسة الدولة في فبرايا التي تتنعقد اليوم بخصوص سير وتدوير هذه الجلسة من طرف الرئيس المجلس والأغلبية موسى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين في البداية كانت شكر للصحافة والإعلام والحضور لهم إلى مقر جماعة التمزوز وأتأسف جداً على القرار الذي اتخذ الرئيس بعد مجيء دلكم دخولكم القاعة بمجرد تواجدكم بادر إلى اتخاذ قرار غير قانوني أنه يقرر بأن الجلسة ستكون مغلقة في حين أن القانون ينصب أن مقتضيات إلا بيكون الإغلاق والجلسة غير مفتوحة أنه تكون واحدة الأساسية هي مس بالنظام النظام ما كان شي نقطة تجدو الأعمال فيها نقاط محددة ما فيها هاتش نقطة التي تمس بالنظام إذا المبررات والمسوغات الأساسية لهذا القرار غير موجودة إطلاقاً كل ما هناك الصحافة والإعلام دورها هو التنوير الرأي العام والساكينات تعرف أنه مجرايات وبالتالي ملاحظات ومعطيات والنقاط التي تجدو الأعمال التي تنقشها المجلس تدبيره وتسيره لهذا المجلس إذن المجلس يعني شخص الرئيس فقط يعني بوحد تلا تأخذ هذا القرار منه غير قانوني ولكن لحصل لحد أنه هناك قرار للسيد الرئيس المحكمة بانتداء بحد المفوض للقضائيين لحضور أشغال وأطوار ومراحل هذه الجلسة دون مجموعة من الخروقات مجموعة من تجاوزات في هذه الدورة فهذه الدورة هذه يعني هناك ضرب للقانون بشكل علني لهذا نحنا شرنا لهذا الشيء في المداخلة ديالنا أثناء أنه مناقشة ومعالجات النقاط اللي يجاد في هذه الدورة الأعمال بأنه هذا هو التخوف اللي كان عند الرئيس والأعضاء الموالي لأنه ما بغوا الصحافات نشر هذه الفضيحة فضيحة فضيحة وضرب وجريمة ضد القانون في مجموعة هذه النقاط ما هي أولاً فيما تعلقوا ببرنامج عمال برنامج عمال تنقش هذه النقاط اللي كان اللي هي مكونة ومنصوص عليها في النظام الداخلي يعني ما نقشاتش هاد برنامج عمال ما نقشاتوش وبالتالي لا علم لهم بهذا الأمر كله هي طرنا هاد النقطة وحسجلنا فيها تحفظ وبأنه غادي نسلكوا فيها المصاطر القانونية كذلك فيما يتعلقوا فيما يتعلقوا